نهاردة اتحاد جدة اعلن بشكل رسمي التعاقد مع المهاجم الاسطورة كريم بن زيمة مهاجم ريال مدريد السابق في صفقة انتقال حر لمدة ثلاثة مواسم حتى 2026 في نفس التوقيت اتحاد جدة بيحاول التعاقد مع مواطنه الفرنسي انجولو كانتي نجم نادي تشيلسي الانجيزي نجم الوسط الرائع جدا مسؤولي النادي الاتحاد تواجده في لندن اليوم عشان يقنعه انجولو كانتي ان هو يتواجد مع فريق اتحاد جدة مقابل 100 مليون يورو سنوان ده بالنسبة لانجولو كانتي صفقة عظيمة وصفقة قياسية وصفقة كبيرة جدا كريم بن زيمة طبعا اتحاد جدة بعد كريستانونالدون مع النص انجولو كانتي يجي اتحاد جدة كمان وطريق حامد هايب عنده منافسة صعبة جدا 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 تخيل بتنافس على مركز في كانتي في كانتي يعش يعني طريق حامد لعيب كبير عظيم يعني عمل موسم رائع مع تحاد جدة هو احمد حجازي بصراحة موسم رائع جدا بالمناسبة كريم بن زيمة خد رقم 9 اللي هو بتاع الحمد الله مهاجم للتحاد المهاجم الجزائري خد رقم 9 ويبدو او غالبا هياخد شرط القيادة كمان بتاعت احمد حجاز بس ده لسه ما اتعلنش عنه لكن هو خد رقم 9 خلاص مع اتحاد جدة احمد حجازي قائد كبير ورائع جدا بس برضو الحكاية فيها كريم بن زيمة يعني ايش